ميشال حايك يرعب العرب والغرب بتوقعات الخطر والهلاك تشاهدونه الليلة مرحبا بكم متابعين الكرام هذه حلقة جديدة ميشال حايك المطران إلياس عائد بلوحته ويتمشى بخطوات غير مسبوقة وسيكون حوله التفاف واسع كما أنه لن يكون بمفرده التاريخ يعيد نفسه أيضا وسيشهد واحدة من انفجارات لبنان هزة طبيعية وليس طبيعية تضرب منطقة الجبل من المعابر وعلى الحدود اللبنانية السورية وهذه المرة سيكون هناك حل مختلف غير أي حل قد تم من قبل تنشغل عائلة لقمان سليم بمفاجئات تخص عائلتها وبانشغالات مختلفة سيكون هناك ضوء أمني حول مدرية أمنية يوما بنفق سليم بصورة غريبة ستظهر صورة القديس شربل بمكان لن يخطر على بال أحد انفجاران داخل الثورة انفجار برود وانفجار قرار تبادر الثورة لتبني الحل لإحدى المعضلات خارج الساحات ولكنه حل مفصل وفقا للأحلام ساحات الثورة حزينة على أحد أهل الفن السورة تصدر ثوار والمرأة تدخل إلى قلب النار شخصية استثنائية من الثوار إلى الحكم مشال الظاهر تحسين الخياط بيار الظاهر أحدهم صورة على إحدى الشاشات الثورة تحطم من نصب بعضهم أهلها الثورة تطهر ذاتها وتلفظ داخلها رح تشهد الثورة مدا وجزرا وفترات انتظار عواصف غير عادية ستضرب ترتوس من تحت ومن فوق السعودية كؤوس وميداليات ونقاط رياضية للمرأة السعودية تونس يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير بلحظة وصورة مفاجئة يصحى الشعب التونسي ويقول كلمته وتشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس بداية ردم الهوة بين الإعلام ومجريات الواقع والحقيقة التي تحدث على أرض تونس سن قوانين حديثة لتسهيل عملية الاستثمار واكتشاف ثروة غازية ضخمة الفنان صابر الرباعي سيكون تحت الضوء بعمل غير فني للأسف الحرب الروسية الاوكرانية هي حرب مستمرة وسنشهد خلالها الكثير من التطورات والمفاجئات الصادمة وأن رقعة هذه الحرب ستتوسع لدول أوروبية وغير أوروبية أيضا المشهد الروسي الاوكراني القادم بخصوص الحرب سيشهد الكثير من التغييرات في أساليب القتال ونرى مقاومة داخلية أوكرانية وأيضا شركة ستخوض الحرب على الأراضي الأوكرانية بمعنى أدق أنها ستساند إحدى الدول الأوكرانية ضد روسيا بسبب مساندة هذه الدولة ستجعل مهمة الروس صعبة ومستحيلة وأيضا سنرى الرئيس الروسي في موقف حرج جدا وفي حالة زعاج شديد خلال الفترة القادمة هذا بسبب حدث أمني تكون له تدعيات بارزة ستجعل القيادة الروسية في حالة من الارتباك والتوتر وأخيرا نريد القول أن الحرب هذه ستؤدي إلى وقوع خلافات حادة بين بعض الدول الأوروبية مع توتر كبير بالعلاقات وممكن جدا أن يصل للمواجهة وروسيا لن تكون بعيدة عن هذا الحدث خرق الدبلوماسية الأمريكية في لبنان شريط أسود فوق شخصية لبنانية معروفة وفتح نافذة بملف الموقفين بتفجير مرفأ بيروت أجواء لبنان لن تكون سالكة أمام الطيران الإسرائيلي تطورات مفاجئة تعيد فتح ملف المعتقلين في سوريا وزير الطاقة أمام طاقة جديدة تغير المشهد القبض على شبكة للإتجار بالبشر في لبنان تسجيل هدف غريب يكون له علاقة بكرة القدم مسلسل من الأحداث غير العابرة بالصفوف العونية وحرس قديم وحرس جديد ملف النازحين السوريين سيكون بملف رسم الانفجار وسلامة الترسيم لن تنفي الأحداث التفجيرية على الحدود فرقة مياس بين نجاح ونجاح يتسلل الحسد ويصيبها حدوث طوارئ في السرايا الحكومي سقوط أحد الوجوه بإسلوب إجرامي وتحريك مدبر لمسلسل ناري ينطلق من أحد المخيمات الفلسطينية عباس إبراهيم لن يتقاعد رغم تقاعده رياض سلامة نجم 2023 العراق ينجح ويعمل فرق لكن بيوم كبير يتصدره العالم العراقي المرأة العراقية من المناصب العادية لفوق وأعلى ابتكار أسلوب مختلف لتحركات ثورية من نوع آخر الفن العراقي بما فيه الغناء سينهض وينتشر ويتوسع جمهوره رغم كل الذي صار والذي سيصير سوف يتبين بعد غد التطبيع بين العراقي وإسرائيل الدولار ولو ارتفع بالعراق لن يشل الاقتصاد الضرب الذي سوف يتلقاه النفوذ الإيراني بالعراق لن تضعفه أو تقبعه أو تشيله مقتدى الصدر يلعب أخطر لعبة الطبيعة تثور وتضرب العراق أرضا وجو كاظم الساهر بأغنية جديدة ستغزو العالم العربي ومع كل الشهر أمامه تحديين واحد منهم قاسي يرسم ماجد المهندس خارطة نجاحاته ويرجع على عالمه الخاص المليء بالغموض بضربة سحرية جهات عربية ودولية ستدعم لبنان رئيس جديد للبنان بضربة سحرية باسم غنية تزيد على نجوم شهرته نجمة مطار رفيق الحريري بالاسم أمن كشف مخططات لضرب ازدهار المطار بصلاح الفضائح والشائعات على أنواعها أضواء ساطعة على ننسي عجرم بعضها ينعكس بلا معان ونجاح وبعضها يعكس مطبات مختلفة ملح مرياشي يخطط خطط وينطر ساعات السفر سنة حافلة ومتنوعة بأفق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنا بعد اللي تركوا التيار وعملوا بالروحة ضجة راجعين وبالرجها رح يعملوا ضجة أيضا حسام حرب مستشار تيمور جمبلاط بمواجهتين واحدة منهم بغاية الدقة شايف إسرائيل بلبنان عم تخطط لتفجير أكثر من معلم لافتعال حوادث ضخمة تخص الاستقرار بالداخل والخارج توسيع رقعة التجسس وتوريط أسماء لبنانية معروفة حركة انقلابية داخل حزم اللبناني السيدة بيولات الصفدي إلى الضوء من جديد واسم محمد الصفدي بالساحة أصوات وألحان وإطلالات الحلانية رح تكون أقوى من كل الصدمات المعارك بملف الزواج المدني تفتح نوافز وتسجل نقاط تقدم الجيش اللبناني بأكثر من معمودية نار ستفرد عليه عملية وتفرد عددا من الشهداء سمير جعجع يتسبب بعاصفة تغيرية تقلب المعادلة اللبنانية المغرب رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سوف يتم محاسبتهم بتهم فساد إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر شخصية عسكرية مغربية معروفة في بازار الرهانات استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم